كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة قضية صحفية هاجر ريسوني الآن هو أن المحامين يناقشون في هذه الجلسة الشكل والتجاوزات والخرقات التي عرفتها المساطر فيما يتعلق باعتقال هاجر ريسوني وتعرفون أن اعتقالها كان بدون تلبس بدون اعتراف بل أن اعتقالها عرف خطأا جسيما هو عندما نقلت يعني بعد اعتقالها إلى مستشفى عمومي حيث تم استصدار وثيقة عن خبرة طبية مجرّب قانونين ودوليا لا يحق لأي طبيب حتى لو كان بناء على أمر قضائي أن يفتح سقع امرأة ويستصدر شهادة بناء على فحص حسبك أن يكون هذا الأمر صادر عن بوليسي عن رجل أم إذن كثير من الخروقات هناك أيضا أمر آخر هو أن النيابة الأمة أدلت بوثيقة يوم أربعة سبتمبر بعدما أغلق الملف وقالت أن تلك الوثيقة هي التي أسست عليها يعني ما يدين هاجر ريسوني ومن معها والحال أنها اعتقالت يوم واحد وثلاثين إذن فين كانت عندك هذه الوثيقة التي تدينه هاجر يوم واحد وثلاثين عندما أمرت باعتقالها وأنت لا تصدرها إلا يوم أربعة سبتمبر إنه كان عديد من الأمور التي صاحبت يعني اعتقال هاجر ريسوني وعرفت خروقات كثيرة وتجاوزت كثيرة تسائل اعتقالها حول ما إذا كان اعتقالا سياسيا واعتقالا انتقاميا كما ذهبت إلى ذلك الكثير من المنظمة الحقوقية الدولية والوطنية لذلك فإن المحامين الآن بصدد مناقشة هذا الأمر والرد عليه وتقديم طبعا البيانات اللازمة لإثبات التجاوزات التي رفقت هذا الاعتقال اليوم كان نحضر المحاكمة ديالهاجر وديال الدكتور اللي معها وكذلك الخطيب ديالها اللي كان اعتبرها اليوم هي محاكمة فيها تراجع خطير على الحقوق الإنسانية للنساء وفيها تراجع على ما وصلنا إليه يعني تراجع عن مغرب ما بعد دستور 2011 الذي المفروض في أنه يحمي الحريات ويحمي السلامة الجسدية وسلامة الأمنية لكل مواطنين ومواطنين للأسف أن هذه المحاكمة كترجعنا المحاكمات ديالسنوات الرصاص اللي ربما قلنا أننا طوينا صفحة ديالها بعد دهيئة الإنصاف المصالحة بعد صدر دستور 2011 قلنا أننا جاوزنا هذه المحاكمة بهذا الشكل اللي كانت من نوم القضاء اليوم أنه يقول كلمته يبرهن على الاستقلالية الفعلية وأنه يتم إطلاق صراح المعتقلين وكذلك تبرئت هاجر من تهم المنسوبة لها لأنه فعلا اليوم كان نجهدوا واحد تراجع جد خطير على الحقوق الإنسانية للنساء واللي فيها اليوم مش محاكمة دهاجر فقط الأطراف اللي معها هي محاكمة القوانين الوطنية الجائرة في حق النساء المغربيات هي محاكمة ممكن تكون فيها متهمة كل مرأة مغربية لأنه اليوم في عوض من رقبه لمن دفع المواطن ونحميه ونحميه السلامة دياله ولينا كنشوف أن الجهاز ديال الضابطة القضائية أصبح يضع لعنين مرصاد على أجساد النساء وكيدخل فيما داخل أرحم النساء اليوم القانون الجنائي موضوع أمام لجنة شريعية في البرلمان المفروض أن تكون هناك مراجعات حقيقية لأنه من العيب اليوم بعد السرعة في نحن نجد محاكمة بهذه الشكل أولا الجنسة اليوم كتناقش الإجراءات الشكلية التي رافقت الاعتقال ورافقت تفتيش ديال العيادة كلها إجراءات باطلة وما بنية على باطل فهو باطل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس بش يوصلكم كل جديد